اهلا بكم مشاهدين الكرام يواصل متضخروا العراق احتجاجاتهم السلمية المطالبة باسقاط العملية السياسية رغم عمليات القمع والتنكيل الحكومي في حين تحرص الأحزاب الحاكمة على استغلال أي فرصة للالتفاف على تظاهرات العراقيين المطالبة باسقاط النظام وتستمر الميليشيات بمحاولاتها إجهاض هذه الثورة في ضوء تطورات الإقليمية إلا أن ثورة تشرين تزداد إصرارا على تحقيق أهدافها وأولها اسقاط النظام نرحب بكم مشاهدين الكرام وهذه التاطية لأحداث وتطورات ثورة تشرين السلمية وأرحب بضيفي في الستوديو الكاتب والواحث السياسي الأستاذ حسين السبعوي مرحبا بك أستاذ حسين معنا ونرحب أيضا بضيفنا عبر الهاتف من لبنان الكاتب والواحث السياسي الأستاذ سعد الدغمان مرحبا بك أستاذ سعد مرحبا بك حياك الله أخي سمير وتحية إلى كل أستاذ حسين حياك الله أستاذ سعد الدغمان إذن مشاهدين الكرام فاصل ثم نبدأ هذه التاطية كونوا معنا أبدأ معك أستاذ إحسين بعد تحية مرة أخرى تظاهرات عليها مقدر الصدر وافقت عليها كل الميليشيات هناك محاولات كثيرة امتازت هذه المرحلة من الثورة بأن هناك محاولات كثيرة لركوب أمواج هذه الثورة ومحاولات لوأدها محاولات لتشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي وكذلك أمام الرأي العام العراقي ولكنها فشلت كلها هذه التظاهرات كيف تنظر إليها والتي دعا إليها الصدر تحية لكم ولمشاهديكم الكرام أولا أي مظاهرات تدعو لها السلطة خصوصا في مواجهة تظاهرات منددة لها هذه التظاهرات لا قيمة سياسية لها لا قيمة معنوية لها لا قيمة اجتماعية لها مهما كانت مهما كان حجم الحضور مهما كان نوع الحضور تستطيع أن تأتي بمليون لأنها دولة تستطيع أن تحجب الراتب على الموظفين وتخرجهم جميعا وهكذا إذن لا قيمة سياسية ولا قيمة معنوية لأي تظاهرات تدعو لها الدولة أو تدعو لها السلطة هي السلطة وهي دولة على من تخرج تظاهرات اليوم هناك تظاهرات موجودة في الشارع منذ أكثر من مئة يوم دخلت شارعها الرابع تطالب بإصلاح بمطالب حقيقية لحد هذه اللحظة لا يوجد من يستطيع أن يفند هذه المطالب لا من قوى سياسية حاكمة لا من قوى مجتمعية لا عشائرية ولا قوى دولية طالبت بمنهج وطني بمشروع وطني لهذه الدولة لحد هذه اللحظة ما واحد قال أن هذه تظاهرات باطلة وغلط وكذا قالوا لا نريد هيمنة إيرانية على العراق لا نريد إدارة الدولة على السلطة لا نريد سرقة المال العام والثلاثة موجودات وجميع مؤيد هذه التظاهرات السؤال هنا عليك أن تستجيب لمطالب هؤلاء المتظاهرين دون أن تخرج الشعب لتظاهرات لأن لا قيمة لأي تظاهرات أنت تدعو كدولة تدعو الشعب الخروج على المتظاهرين أنت جعلت من نفسك ند ولا يمكن أن تكون أنت ند أنت دولة فلا قيمة لهذه التظاهرات رغم أن هذه التظاهرات السلمية إلا أنها وجغت بالحديد والنار هي لم تكتفي فقط بتلبي هذه المطالب أو لا تلبي لا بل هي قتلت المتظاهرين وأكثر من ألف شهيد سقط في هذه التظاهرات وعشرات الألف من الجرحات يعني شوف أولا لاحظت تظاهرات التي دعت لها السلطة أحزاب السلطة اليوم الطرف الثالث لا موجود والملثم لا موجود والكاتب لا موجود والقناص لا موجود هذا الدليل على أنه تظاهرات الشعب هناك قوة داخل الدولة هي المسؤولة عليها لا يوجد شيء اسمو طرف ثالث هناك طرفين هناك الشعب وهناك حكومة الشعب خرج تظاهرات قتل دولة خرجت تظاهرات محمية إذن لا يوجد شيء اسمو طرف ثالث هناك طرفين فقط بس لاحظ اليوم غياب جميع هذه الأطراف المشبوهة عن هذه التظاهرات ثم لماذا لأن هؤلاء القتل هم جزء من هذه المنظومة ولماذا خرجت هذه التظاهرات وهذا السؤال المهم أنت لماذا دعت نسل الخروج أنه يقولون لإخراج المحتلة الأمريكي يا سيدي 2003 أمريكا احتلت العراق وجاءت بمجموعة معها جورج بوش قال نحن محتلين بمعنى معتدين وهؤلاء المن جاء مع الاحتلال قالوا لا ليسوا محتلين هذا تحرير وهذه قوة صديقة لاحظ 2009 خرجت هذه القوات نتيجة ضربات المقاومة العراقية سلمت البلد لإيران فأصبحت إيران هي المحتلة الحقيقي 2020 نفس من قال أن هذا تحرير وليس احتلال يريد من الشعب العراقي أن يخرج بتظاهرات ضد المحتلة المنسحب لصالح المحتلة الحقيقي لا يستطيعون أن يقوموا أو يأتوا بمشروع وطن يخدم العراقين جميعا كل ما يأتي احتلال يقولون هذا تحرير اليوم إيران تساعد الشعب العراقي 2003 أمريكان أصدقاء قد يجزل 2050 روسيا صار صديقة لنا خصوصا مع معاهدة الصين هذا النموذج لا يصلح لا يصلح أن يحمل مشروع وطني ولا يمكن أن ينصالح أرحب بك أستاذ سعد الدغمان الكاتب والباحث السياسي ينضم معنا من لبنان عبر الهاتف سعد يعني تظاهرات دعا عليها مقتل الصدر الآن أو خلال هذه الأيام وفقت عليها كل الميليشيات كيف تابعت هذه الدعوة للتظاهر خلال هذه الأيام ألا ترى أن هناك غرابة في الأمر ما الأهداف من ورائها بسم الله الرحمن الرحيم تحيي لكم والمشاهدين الكرام أخي العزيز ليس بالجديد على مقتد الصدر وتياره الذي يعمل بانتظام مع الحكومة أو ما يسمى بالحكومة العراقية تحت قلطة الدولة أجارة إيران الشرق منذ سيطرتهم على المشهد العراقي بعد مسحاب القوات الأمريكية بالاتفاق مع الرئيس الأمريكي السابق وحتى اليوم هم جزء من الحكومة هو جزء من هذه التشتيلة الإجرامية التي امتصت دماء شعبنا وسرواتها وقتلت ولا زالت يقتل في شبابنا في ساحات التظاهر وساحات الاعتصام وسبق لهم أن أبادوا ساحات الاعتصام في محافظاتنا العزيزة الأنظار وتكريت وديالة والموصل واليوم حين سار عليهم هذا الطيف الواسع من شبابنا الناهض شبابنا المثقف الواعي رافضاً بسلطتهم وقمعهم وابتزاجهم وسرقاتهم انقلبت تلك الميليشيات التي كان يسميها مقتدى الصدر بالواقحة والخارج على الصانون انقلبوا ضد هذه الدعوات التي تطالب بوطن سليم معافى كبقية الأوطان وليعيش شعبه بكرامة فقدها مع اعترامنا لشعبنا العزيز على أيدي تلك الطلطات التي يشارك فيها مقتدى وتيارة هذه الدعوة استندت سندت إلى كروج ربما ايرام من التأثير المباشر بعد قطع يدها الباطشة في العراق وفي بلدان عربي عزيز أخرى بقتل المجرم سليماني فقدت هذه السطوة ايرام فقدت هذه السطوة على العراق وعلى المشهد العراقي بشكل عام ما يفقدها ميزانية ضخمة أو كما أسميتها مرات عديدة الدجاجة التي تبيض ذهب إلى إيران إيران تعتمد على الميزانية العراقية منذ خروج القوات الأمريكية وتسليمهم العراق إلى إيران مباشرة لدعم ميليشياتها سواء في العراق أو في الشرق الأوسط عامة في المناطق التي لها نفوذ فيها بعد مقتل سليماني فقدت إيران هذه السطوة وافتضاح أمر هذه الميليشيات من أنها تدعم أو تحرس السلطة إلى ميليشيات تشفت عن قناعها الحقيقي هي التي تتمثل في قتل شبابنا والصيطة لو سمحت سعد دغمان سأعود إليك مرة أخرى أستاذ حسين السبعوي هناك علامات استفهام ترتسم بشأن ما وراء مقتد الصدر البعض يرى أن مقتد الصدر يراد له أن يصنع على شاكلة حسن نصر الله في لبنان يعني يصنع إيرانيا بحسن ما يرى محللون ولكن ما حقيقة هذا الأمر هل هناك فعلا إرادة ربما إقليمية لتكوين ميليشيا داعمة لإيران كما في لبنان على نفس المستوى وبنفس الدرجة من المنافع التي تعود إقليميا على إيران يعني مثل ما أتفضى الأستاذ سعد أنه مقتدى الصدر هو جزء من المنظومة السياسية لديه نواب لديه وزراء لديه لصوص صراق مع العام لا يصلح أن يكون مقاوما وكرزمة مقتدى الصدر غير مات لا تأهله أن يكون رجل العراق المقاوم لا تأهله جميع من يعمل يعني يعني مثلا حسن نصر الله يعني 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 يقاوم من هو يراد أنه يتكلمون عن مقاومة المشروع الأميركي من جغم على أمريكا ليس صح أن يكون مقاوماً له واحد اليوم العراق تحت الاحتلال الإيراني يراد لنا أنه نتناسى هذا اليوم العراق تحت الاحتلال الإيراني من يريد أن يقاوم يقاوم الاحتلال الإيراني على الشعب العراقي أن يقاوم هذا الاحتلال على مقتدى الصدر أن يقاوم هذا الاحتلال لأنه يعلم أكثر مننا جميعا هيمنة إيران على القرار العراقي فمن يريد أن يقاوم الاحتلال الإيراني أولا خصوصا بعد 2009 وانسحاب الأمريكان وتسليم البلد إلى إيران فإذا اليوم لا توجد شخصية عراقية تستطيع وخصوصا المواليد لإيران أن يركبوا موجة المقاومة ولا أيضا في نفس الوقت لهم كارزمة تشبه كارزمة حسن نصر الله ولرغم أن حسن نصر الله هو قاتل للأطفال في الزبداني في سوريا هو مجرم ارتكب جرائم ضد الإنسانية عندما 2006 دخل في مناوشات مع الكيان الصهيوني أريد له الهيمنة على لبنان من خلال هذه خمسة أيام التي دخلها مع الكيان الصهيوني في العراق الموضوع أسوأ بعد ولا توجد أي شخصية موالية لإيران تستطيع أن تركب موجة المقاومة المقاومة لها رجالات معروفين بعدين اليوم نتكلم عن مقاومة يا جماعة رجالات المقاومة أغلبهم بالسجون أغلبهم اليوم من قاومة الاحتلال هو بالسجن طيب أنت سونت تتبنى بش رح مقاومة وإنت رجالات المقاومة ذا بهم كلهم بالسجن وكلت تتهمهم أرهاب هناك سؤال أيضا كيف يمكن أن يكون هو مقاوما بحسب ما يقول وهو مشترك في العملية السياسية ومشترك في الحكومة ومع ذلك يعني يحمل راية المقاومة ولكن السؤال أيضا يعني يقاوم من يعني هل فعلا يقاوم الوجود الإيراني إذا كان هو مثلا يقاوم الوجود الإيراني هو جاء من إيران قبل أيام يعني هل يقاومهم ويذهب إليهم ثم يعود إلى العراق يقاوم مثلا الأمريكان يعني يقاوم من هو شوف عندما تكون الأنظمة وظيفية وتكون أدوات بيد القوى الخارجية تستخدمها في مشاريع حسب إرادتها وليس حسب إرادة المنفذ بمعنى حرب بالوكالة اليوم إيران تريد إخراج القوات الأمريكية القواعد الأمريكية ما تبقى من قواعد أمريكية من العراق حتى تكبل هيمنتها كاملة تريد أن تستخدم هؤلاء هؤلاء مسلوبين إرادة فالحرب بالوكالة عادة المتحاربين لا يتفاوضون يتفاوض الأطراف الأخرى فهؤلاء هم أدوات تستخدمهم إيران لمشروع التوسعي لغرض الهيمنة الكاملة على ما تبقى من العراق فأي مقاومة التي يتكلمون عنها لا مقاومة اليوم اليوم يريد أن يقاوم يقاوم المشروع الإيراني لأن إيران هي هيمنة على العراق وباللسانها قالت نحن سيطر على أربع حواصم كيف سيطرتهم على أربع حواصم؟ وكيف أنتم توالون هذا الذي سيطر على بلدكم؟ الأدوات لا تصلح أن تتبنى مشروعاً مقاوماً ولا يمكن أن تكون كذلك ومن يعتقل المقاومة وسجون ممتلئة بهم لا يمكن أن يتبنى مثل هذا المشروع لأدى المشروع الرجالات الخاص اسمحني أن أنتقل لأستاذ سعد الدهمان سعد يعني إلى أي مدى تتفق مع الأستاذ حسين من خلال مراقبة سير التظاهرات ومن خلال هذه الدعوات من شخصيات مشاركة في العملية السياسية ومشاركة في الحكومة وتقول بأنها مقاومة وسوف ترفع راية المقاومة من أجل التغيير في مظاهرات هي مرادفة أو عفواً يعني مقابلة للتظاهرات التي خرجت من أجل إسقاط النظام يعني هل هذا مقنع بالنسبة للمتضاخرين من خلال متابعتكم لسير هذه التظاهرات لا بكل تأكيد وأنا أتفق مع أستاذ حسين أجازف أصاب فعلاً يعني لا يمكن لشخص يشارك في هذه الحكومة أو كما يقال رجل في الحكومة ورجل في المعارضة هذا ليس هناك من سياسة ناجعة في هذا الموضوع أنت جزء من هذا التكوين السياسي الذي تسموه العملية السياسية التي جاء بها المحتل أي الأمريتي بين قوسين في البداية كيف تقاوم هذا الذي جاء وسلمك الصوت هذا من ناحية 2009 سحبت أمريكا باتفاق وهناك اتفاقية كما سموها في وقتها الإطار السياسي أو الإطار الأمني أو كذا وقعها المجرم نوري المالكي عادت بالأمريكان وفق التحالف الدولي لمحاربة داعش أنتم جزء من هذا كله كيف تقاوم الأمريكان وتتناسى الاحتلال الإيراني الذي سيطر بعد أخروج الأمريكان على مقاليد السلطة والحكم في العراق ويديركم بشكل يومي وكلنا يتذكر أن المجرم المقبور سليماني كان يتحكم بكل مفاصل الدولة العراقية سواء القوات أو الدفاع أو حتى المالية والسياسة الخارجية بما فيها رئيس الوزراء هؤلاء هم أدوات تنفيذ للأجندة الإيرانية كيف يقاومون لا أفهم تقاومون من الأمريكي الأمريكي الآن العراق رغم أن نرفض كل الاحتلالات ونرفض تواجد كل القوات الأجنبية لكن الآن العراق قد بحاجة إلى هذا التواجد كما هو في أوروبا وفي ألمانيا وغيرها وفي اليابان ودول عديدة هناك قواعد عسكرية أمريكية العراق خالي اليوم لا سياسة ولا سلطة ولا قوة إن انسحبت الأمريكان سنتعرض إلى خسائر اقتصادية جمع حسب مطالبة أستاذ سعد كيف يمكنكم توصيف هذه الحالة عندما أحزاب السلطة يقولون إن أساس الفساد في العراق هو الوجود الأمريكي ولكن أستاذ سعد يعني الوجود الأمريكي هو مقترن وجودهم هم يعني ووجودهم في العراق وهذه المعاناة التي يعاني منها الشعب العراقي وهذا الفساد المستشري في مفاصل الدولة تقول الأحزاب إن السبب هو الوجود الأمريكي ما دخل الوجود الأمريكي بالفساد يعني لنأخذ من زاوية أن الأمريكيين أو الاحتلال هو من أتى بهم إلى العراق ولكن هل ما يقولون ويدعون هو صحيح؟ لا هذا أخي ادعاء لتغيير الرأي العام أو لتمويه الرأي العام باتجاه الأمريكيين والتغاضي عما تمارسه السلطات الإيرانية ونظامها القمعي في العراق من قتل وإرهاب وسرقات ونهب للنفط ولأموال العراق وخزينة العراقية كلها تذهب إلى إيران والعراقي ابن البلد محروم من كل شيء هذا تمويه وهذا تغيير للرأي العام باتجاه هذه القضية الأمريكان ليس علاقة بميزانية ولا تدخل في وزارات ولا سلطة الأمريكان في قواعدهم يديرون أعمالهم من خلال السيطرة السياسية بشكل عام يعني لا تتعرض لمصالحهم وهم موجودون حسب اتفاقيات يعني تم الاتفاق عليها فيما بين ما يسمى هذه الحكومة العراقية والقيادات الأمريكية هذه الدعوات أخي هي لحرف سعد يعني من خلال كلامكم يعني أنت ترى أن الوجود الأمريكي يعني هو الآن الأمريكيين هم سبب ما يعاني العراق منه من ويلات بسبب الأحزاب والفساد والدمار وخراب البناء التحتية الوجود الأمريكي في العراق هل هذا هدفه يعني ما وصل إليه العراق الآن أخي العزيز أستاذ سمير الوجود الأمريكي اليوم مناهض لهذه الشخص والأحزاب القمعية الموجودة في السلطة ولكن هم الأمريكيون هم من أتى بهم نعم هذا صحيح الأمريكيون هم سبب البلاء نحن لا ندعم الأمريكيون ولا ندعو لبقائهم أو بقاء أي قوة خارجية على أرضنا على أرض العراق لكن سبب البلاء هم الأمريكان الأمريكان انسحبوا تلموا البلد عام 2009 كما يقال على طبق من ذهب الإيرانيين هذا الخراب الحاصل من ذلك التاريخ حتى اليوم هذا بسبب إيران ثم أتت العقوبات الأمريكية في العهد الحديثة الآن في 2019 فهودا على النظام الإيراني شلت حركته شلت اقتصاده دمرت الاقتصاد الإيراني اليوم الإيرانيين مستعدين أن يتطاوبون على طهران ولا يتخلون عن بغداد سيقتتلون على بغداد حتى لا يفقدوها ولهذا يحركون مقتد الصدر ويحركون غيره يحركون هذه الميليشيات في تبيل الحقاب على مصالح طيب ابقى معي السيد سعد نعم واضح السيد السيد هل الخروج الأمريكي من العراق سيحل أزمة الفساد من وجهة نظرك لأن الفساد هو مقترن بوجود الأحزاب هناك مناكفات وهناك مناوشات أمريكية مع هذه الأحزاب تحت لافتات شتى الآن الأحزاب ومن كان يعني يوفر له الأمريكيون غطاء في العراق يطالبون بخروج المحتل الأمريكي بعد 17 سنة من الاحتلال ومن التعاون يعني هل ترى أن الخروج الأمريكي سيذهب بأسباب الفساد لا لا أبدا الموضوع ليس هذا وإنما هو للمزايدة اليوم يريد أن يزايدون الشعب العراقي وخصوصا من قاوم الاحتلال يريدون أن يبحثوا عن نتفة من المقاومة في سبيل ليرتدوا هذا الثوب لا يلقبه القصة وهن يا سيدي العراق احتلت بريطانيا عام 1917 عام 1921 تشكلت الدولة العراقية بقيت القواعد البريطانية في العراق والدولة العراقية بدأت في مرحلة البناء وتشكلت مؤسسات والقواعد الأمريكية موجودة في الحبانية وفي مراتق أخرى في العراق وتحقون في تلك الفترة هو وكانت النظام ملكي دستوري وتشكلت حكومات وجاءت وجاءوا ناس أيضا حريصين على الوطن ما ستحلفوا مع بريطانيا لا ينكر هذا الشيء لكن هناك بدأت بناء الدولة اليوم 17 سنة 2003 تم الاحتلال 2009 سحب الأمريكان مدة الاحتلال 6 سنوات من 9 سنوات إلى الآن اليوم 11 عام كان يفترض بناء دولة متكاملة هو ما تبقى من الدولة بعد الانسحاب أنهو إذن هذه المجموعة لا تصلح إلا لهدم الدولة لا تفهم مفهوم الدولة مجرد لصوص مجرد سراق مال عام مجرد قتله يتبنون مشروع إيران الذي هو عابر للحدود لا حر مهتمين في قضية سوريا أكثر نتمامهم بالحراق مهتمين بالحوثي باليمن أكثر مهتمامهم في بغداد مهتمين في المتظاهرين في البحرين لاحظ تذكر قضية البحرين شاغلين نفسهم جداً في قضية البحرين ويقتلون المتظاهرين في العراق إذن هؤلاء هم جزء من مشروع طائفي عالمي يتمدد بدون أي أطر قانونية ولا أخلاقية فأنا أعطيتك مثال أن الدولة العراقية احتلتها البريطانيا وبقية الدول كثير مرت باحتلال لكن أن تأتي وتهدم الدولة وما تبقى من الدولة ثم تقول الأمريكان أنت نفسك تحسوات معاهدة بينك وبين الأمريكان أن يكونوا ضمن القواعد طيب وأمريكان ذهبوا إلى القواعد أنت لماذا تحرك ميليشياتك لتقصفهم وأغلب هذه القواعد فيها جنود عراقيين وقتلت من الجنود العراقيين بناء على مطالب إيرانية اليوم الأسة المشكلة هي إيران أسة المشكلة في العراق إيران من لم يتخلى عن إيران سيبقى العراق على هذا الوضع ستبقى هذه الميليشيات تقاتل بالنيابة دماؤهم تذهب هدرا وتفاوض نيابة عنهم إيران العراقي لا يفاوض التفاوض إيران هذه القصة ما بعد 2009 أنهوا ما تبقى من المؤسسات للدولة العراقية ومزقوا اللحمة الوطنية بين أفراد المستمع العراق لماذا يطالبون بخروج المحتل وهو حق يعني خروج المحتل الأمريكي هو حق ومطلب الجميع حتى المقاومة العراقية التي انطلقت بعد احتلال العراق عام 2003 وتدمير المدن الغربية وتدمير المدن الوسطى والشمالية كان سبب أن هذه المقاومة التي انطلقت المطالبة بإخراج المحتل من العراق وهناك مدن أبيدت يعني يعني أليس حريا بهذه أو حريا بهذه الأحزاب أن ترفض نظام المحاصصة أو النظام الطائفي المؤسس على أساس طائفي وعرقي بدلا من أن تطلب من المحتل الأمريكي الخروج مع أن مطلب الخروج المحتل الأمريكي هو مطلب عراقي خالص 100% يا سيدي هذا مطلب إيراني وليس مطلب عراقي بدليل اجتماع مدنس النواب السنة والأكراد لم يحضروا هذه الجلسة بدليل أن الشعب العراقي لم يخرج على تواجد قواعد أمريكية في العراق الشعب العراق عندما خرج هو نتيجة هيمنة إيرانية استخدمت أسلوب الأرض المحروقة في العراق الشعب العراقي عندما خرج نتيجة سراق المال العام الذي أفلست الخزينة العراقية واليوم العراق في أي زمن العراق مطلوب للبنك الدولي إذن يريدون أن يحرفوا البوصلة العراقيين يريدون نظاما وطنيا يستطيع أن يتعامل مع القواعد الأمريكية وفق الأطر القانونية والوطنية ليس طائفة بمفردة تذهب وتتفق وتنهي وبناء على دولة خارجية وليس مطلب العراق يعني هل الشيعة اليوم من خرجوا هم يريدون إخراج القواعد الأمريكية ويسمحون بالقواعد الإيرانية هذا تناقض هذا يريدون يحرفون البوصلة الشعب العراقي أوحى منهم مع أن هذه الأحزاب لا تمثلوا شيعة العراق لا أبدا لا تمثل بدليل اليوم التظاهرات عراقية غالبية شيعية بمنهج وطني ليس فقط شيعية هي شيعية تحمل مشروعا وطنيا لهذا السبب لاحظ أن شعب العراقي بعمومه مؤيد هذه التظاهرات وإن اختلفت معها مذهبين لأن هذا العراق بلد متعدد المكونات متعدد المذاهب لا يمكن أن يعيش هذا الصراع بالفعل هذه لغة التحليل منذ 2003 وإلى الآن ربما هي تتبع أيضا تأخذ ربما كأنموذج التحليل الغربي للشعب العراقي من يقول بأن العراق مجموعة مكونات والمكون الفلاني يطلب كذا والمكون الفلاني لا يطلب كذا فبالتالي لم تكن لغة الحديث عن العراق بهذا الشكل كان العراق يريد العراق يفرض العراق يقول العراق في مجلس الأمن يعني كذا وكذا الآن أصبحت لغة المكونات هي اللي طاغية ربما لو أن يعني حتى على مستوى الإعلام يعني لو يتم فقط طرح قضية أن العراق العراقيين الثورة العراقية هكذا أفضل هذا ضروري جدا ولكن عندما جاء الاحتلال قسم العراق طائفيا وقسم العراق عرقيا وبنيت عملية سياسية على هذا المشروع الفاسد فتقسيم الاحتلال على هذا الأسس هو الذي جعل هذه وخصوصا تغول الأحزاب الدينية الشيعية على بقية المكونات الشعب العراقي وتشكيلها ميليسيات خارج أطار القانون تجعل منها أنه اليوم الناس تتعاني من المشروع الطائفي وقد أشعل هذا البلد اليوم أوروبا ما بها أقوام متعددة متعددة المذاهب متعددة الأديان متعددة القوميات هل سمعت أحد يتكلم أنه هذا كاتوليكي وهذا بروتستانتي لا يوجد أبدا هل سمعت أحد يتكلم أنه هذا فرنسي وهذا بريطاني اليوم الاتحاد الأوروبي بدون جواز بالهوية الشخصية تخرج وتدخل في أي دولة أخرى بدون فيزا لا يوجد شيء اسمه فيزا اليوم أنت تنتخب باقي الاتحاد الأوروبي أنت بألمانيا حق لتنتخب في فرنسا الدول تجاوزت هذه ونحن نستوردها في 2020 و2019 هذه جريمة حلت على الشعب العراقي جاءت بها أمريكا وجاءت بأدوات تقنون هذا يعني المسكلة بالأدوات اليوم نعم الساد سعد الدغمان بالعودة إليك الساد سعد يعني كيف راقبت خطبة المرشد الإيراني علي خامنائي وحديثه عن جيش أو ما يسمى بالقدس يعني مليشيا القدس أو الحرس الثوري الإيراني بأنه منظمة إنسانية يعني هل فعلا لم يصل إلى العراق من الحرس الثوري الإيراني إلا الأمور الإنسانية أخي العزيز خامنائي لم يبقى مهما هو سواء ينزل إلى الشارع ليرضيه على ما اقترف بحق الشعب الإيراني طبعا وبحق شعوب المنطقة ككل اليوم الخامنائي أسقط من يده بعد مقتل سليماني الرئيس أفعى الإرهاب في المنطقة لم يبقى أمام خامنائي وسط تفاعد هذه التظاهرات والنقمة الشعبية عليه بعد حادثة الطائرة الأوكرانية التي استكملت على مقتل سليماني وأضافت لهم فاجعة أخرى للشعب الإيراني أسهل الله أن يكفي شعوب هذه الفواجع ويخلصنا من خامنائي ونظامه المجرم أخي العزيز لم يبقى أمامه سوى استدراء العطف الشعب والنزول إلى الشارع هو لم يخطب في الجماهير أو خطبة الجمعة منذ سنين طويلة اليوم اضطر إلى هذا الفعل وفي التفاعد هذه النقمة أن إيران تعاني من انهيار شديد في الاقتصاد أن إيران تعاني من انكسام حتى داخل السلطة هناك ثلاث تيارات مخالفة للرأي تستند عليها سوى مع خامنائي أو بالضيد أو الوسط اضطر خامنائي إلى هذا ليستدرعب في الشعب ويحصل بعض المكاسب لاستمرار نظامه ولدفع هذه المصائب التي توالت عليهم نتيجة فعالهم ومقترفوه على ساحة الشرق الأوسط بشكل عام نتيجة تصرفاتهم ومنهجهم الإرهابي الذي نعاني منه في العراق أكثر من البلدان الأخرى هو أسقط في يده ولم يعد لديه سوى هذا الأسلوب أن يخاطب الشعب مباشرة وشعوبنا دائما شعوبنا الإسلامية شعوب عاطفية ربما أراد أن يستغل هذه السمة التي تتمتع بها الشعوب أو تعيشها ليستمر في نظامه نعم ابقى معي سيد سعد سعد وليك سيد حسيد وصف خامنائي فعل القدس بأنه منظمة إنسانية وكذلك ما جرى في العراق التظاهرات وصفها بأوصاف الاستصغار للمتظاهرين السلميين الذين هم طالبوا بإسقاط النظام الفاسد كيف تبعت خطبة خامنائي اليوم ومن خلال قراءتك للبعد الإقليمي في العراق أولا خامنائي لا يمكن أن يخطف إلا وجود أزمة كبيرة داخل إيران أزمة كبيرة داخل إيران هو ما بين نظام خامنائي وتيار خامنائي المحافظ مع تيار روحاني الإصلاحي هناك أزمة كبيرة قد يجوز تنفجر هذه الأيام فيما بينهم والبارحة قبل خامنائي استبقى روحاني بكلمة وحمل الحرس الثوري مسؤولية ما يجري وحمله مستقبلا إذا ما قام بأفعال غير منضابطة البارحة استمعت أيضا لكلمة روحاني أما وصف الحرس الثوري بأنه منظمة إنسانية هذا دليل على أنه لا يحترم مستمعيه ولا مشاهديه ولا متابعيه لأنه الحرس الثوري لو نعرف ما هي مهمة تشكيل الحرس الثوري وما هو الدور الذي يقوم به الحرس الثوري يا سيدي تشكل ليتبنى مشروع لحماية مشروع تصدير الثورة بالقوة إلى الدول العربية هذه هي مهمة الحرس الثوري هذا التنظيم يكفي لتشكيل تحالف دولي للقضاء عليه لأنه عاث في الأرض فسادا أشعل حرائق في المنطقة لحماية من؟ لحماية مشروع تصدير الثورة الثورة الإيرانية بين قوشة الإسلامية لمن تصدر؟ تصدر للعالم العربي الإسلامي يا سيدي عندما تكون ثورتك إسلامية رح صدرها على البوذين رح صدرها على الهندوس رح صدرها على غير المسلمين إحنا مسلمين من يحتاج تدزلنا الثورة؟ رح تدزل على الآخرين هو في العكس لحظة الكذبة الإيرانية اللي هو لا هو يتحالف مع الآخرين ضد العرب والمسلمين حتى يصدر لهم الثورة بحماية الحرس الثوري هذا الحرس الثوري يحتاج تحالف دولي لمواجهة أصبحت تظاهرات في العراق والتي انطلقت منذ أكثر من مئة يوم عائقا بوجه المشروع الإيراني والله التظاهرات العراقية من حيث النوعية تعتبر حدث عام 2019 لأن هذه التظاهرات التي خرجت ضد المشروع الإيراني من وسط وجنوب العراق تعتبر هي ضربة أقوى ضربة تلقتها إيران من الشعب العراقي تساوي ضربة عام 1988 لماذا؟ لأن الخميني وخامن أو مشروع عموما الطائفي كان يعتبر أنه منطقة وسط وجنوب العراقية حاضنة وعمق ستراتيجي للمشروع الطائفي فرد عليه أهل العراق من وسط وجنوب العراق وخاصة أهل الناصرية وبغداد وبقية المحافظات ردا مزلزلا فصدم خامنئي من هذا الرد العراقي الذي كان يتصور أنه هم العمق استراتيجي وهم الحاضنة له فلا يستطيع أن يشيطنهم لا يستطيع أن يدحشنهم لا يستطيع أن يعتبرهم أي ما يستطيع أن ينسب لهم أي شيء ولكنه وصفهم بأوصاف كثيرة وصفهم بأنهم داعش وأنهم لا لا يستطيع أن يسميهم داعش يسمونهم شيعة بريطانيا يسمونهم شيعة أمريكا يسمونهم معرفة يا سيد هؤلاء شيعة عراقيين شيعة عرب عدوا مشروع وطني يقول لك لا تدخل بشأني لا تدخل بشأني فهؤلاء الشباب وهذه المراطق الثائرة لطمت خامنئي لطمأ ما يستطيع أن لحد الآن هو لم يصح منه لحد هذه اللحظة النظام في إيران لم يصحى ولم يستوعب الصدمة لأنه كيف هذه المنطقة تخرج مظاهرات ضدنا ومظاهرات من طبيعة الشعب العراقي شحف ثائر لا يمكن أن يستمر هكذا أربعة أشهر وهو في سلمية وقتل منه آلاف وجلح منه عشرات الآلاف لكن من أجل الوطن استطاع هؤلاء الشباب أن يصبروا ويتصابروا ويعظوا على هذه الثورة بالنواجد مما جعل إيران في حرج لا تستطيع أن تخاطف فهي تخترف عن مظاهرات لبنان وتخترف عن متظاهرين في مصر وتونس والجزائر وغيرها من حيث النوعية نعم أستاذ سعد من خلال متابعتك لثورة تشرين هل ترى أن هذه الثورة تحتاج إلى تصعيد مواقفها أكثر تفعيل مواقفها أكثر من أجل مواجهة أو مقاومة أي محاولة لحشرها في زاوية ما من قبل الأحزاب بالنظر لتطورات الإقليمية الحالية وبالنظر لحتى التهديدات الإيرانية وتهديدات الأحزاب لهذه الثورة السلمية يعني بالمختصر ماذا تحتاج الثورة الآن لتكون جذوتها أكثر توهجا؟ الحقيقة إذا كل الثورات العالمية لم تكن على وتيرة واحدة وتستمر لفترة خاصة إذا استمرت لفترات طويلة لا بد من تطور مشروع الثورة حتى وإن كانت تلمية هناك العديد من الأمور يجب أن يتبعها الثوار يجب أن يتخذها الثوار أولا كحذام أمان لمجاميعهم وتواجدهم في هذه الساحات ومن ثم تطور هذا المشروع نحو وضع آليات وأساسيات لمطالباتهم ولتغيير الواقع الذي خرجوا من أجله لا يجوز أن نستمر على وثيرة واحدة وإنما لا بد من التصعيد خلال فترات معينة والآن حان الوقت التصعيد يعني ثلاث أشهر أو فتنتهي ثلاث أشهر والشباب ساحات بثلمية تامة يتعرضون للقتل على أيدي هذه الميليشيات المجرمة التابعة للحكومة والتابعة لإيران اليوم المطلب من الثوار أن يصعدوا من مطالبهم من ثقف احتجاجاتهم عبر آليات معروفة ومتبعة خلال ثورات العالمية وهناك ناس منظرين هناك ناس مثقفين داخل هذه الساحات هناك ناس لديهم خبرات واسعة سواسياتية أو ثقافية في هذه المجالات يعتمدون عليهم ويتخذون منهم التامد تطوير هذه الآليات لا بد من تفعيد المشهد الثقافي أنا أقول بسلمية لا أدعو إلى المواجهة التامة مشهد مثلا تفعيد المشهد الثقافي تفعيد المشهد السياسي التوسيع حركة الالتقاء بممثلين الدول بسفرات دول موجودة لا بأس إذا كانت هناك لجان تذهب تشرح وضع الثورة والثائرين في الخارج العراقيون المقيمون في دول الخارج يتخذون منهم كسفراء وهكذا يعني عدة نقاط فإذا لا بد من التفعيد وعدم الركون إلى وثيرة واحدة هذا يعطي الجانب الآخر المعادي فرصة القضاء على الثورة ووأدها والانتهاء من هذه المشاكل التي تسبب لهم آرق اليوم لهم ولإيران نعم ابقى معي ساد سعد ساد حسين مهلة متظاهري مدينة الناصرية تنتهي يوم العشرين من هذا الشهر أي يوم الاثنين يعني من أجل تحقيق مطالب هذه الثورة مع توقع عدم استجابة الحكومة لتحقيق مطالب المتظاهرين يعني هل تتوقع أن يكون هناك تصعيدا ما من أي نوع هو هذا مثل ما تفضل سعد سمن قال هناك لابد أن تتغير الوسائل مع الحفاظ على السمية بس تتغير الوسائل متظاهرين الناصرية لديهم أربع مطالب أساسية اختيار رئيس وزراء مستقل وليس مستقيل وطني لحكومة انتقالية قانون انتخابي إشراف أمم المتحدة طبعا موضوع حل البرلمان ومحاسبة الفاسدين والقتلة على المتظاهرين أمهلوا الحكومة لحد يوم عشرين اليوم ليس فقط الناصرية البارحة أيدتها ساحة التحرير في بغداد وأيدتها بقية المحافظات وهددوا بقطع الطرق وقطع الطرق الدولية الخطوط السريعة تحديدا ولهذا أنه اليوم الحكومة بعدما دعت إلى تظاهر لقيمة له عليكم أن تستجيبوا لهؤلاء المتظاهرين وتنهوا هذه المشكلة اليوم لاهم يستطيعون أن يأتوا برئيس وزراء مستقل ولا يستطيعوا أن يأتوا بانتخابات حرة نزيهة بقانون انتخابي جديد لأنه بانتخابات حرة نزيهة من ينتقب هؤلاء؟ من ينتقبهم؟ أصبحوا دكاكين سياسية دكاكين لا يستطيعوا أن يحصلوا في مجلس النواب على طبلة مو كرسي مو مقعد طيب فإذا هذا كل المطالب لا تخدمهم يعني بمعنى سينزحون جميعهم من المشهد السياسي فلهذا أنه يوم حشرين المتظاهرية أهل الناصرية إذا لم تستجب الحكومة فأعتقد نعم سينفذوا المطالبهم وهي قطعة طرق وهذا هو التغيير الذي تكلم عليه قبل قليل تغيير في وسائل السلمية للضغط على الحكومة لاستجابة وإلا الاستمرارية على وثيرة واحدة سيؤدي إلى الضمور ومن ثم إلى التلاش وهذا ما تريده الحكومة تعتمد على عامل الطقس يعني المناخ تعتمد على عامل الوقت تعتمد على عامل المماطلة وتعتمد أيضا على قضية الاغتيالات والخطف وإلى آخرهم جميع هذه الوسائل محققت نجاح ومن المعيب على دولة أنه متظاهريها تعتمد تنتظر متى يكون الجو منطرا حتى يتفرقوا ترى هذه شغلة معيبة جدا يعني انتظروا شوق الجو يصير بارد والله بك الشباب يرحون حلالهم طيب وبالصيف شوق تصير الدنيا حارة مو منطق هذا جاء بكم كم واحد ملثة ميليشياوي يخطف المتظاهرين تصورون حتى تنهون التظاهرات طيب هؤلاء متظاهرين ماذا يطلبون وظائف يطلبون وطن مشروع وطني وانتو تقولون نحن نريد انحرر الوطن وبدت النغمة مالتهم الوطنية الغير لائقة لهم يتكلمون بالموضوع الوطني انت كيف وطني وعندك ملثمين يخطفون المتظاهرين انت كيف وطني وولائك لإيران فالقصة أنهم متظاهرين ناصرية نعم غيروا من الوسائل بدأوا يضغطون واعتقد يوم حشرين واني اشك بان الحكومة ستستجيب لهذه المطالب الاربعة اعتقد سيدخلون في مرحلة جديدة من التظاهرات استاذ سعد كيف تنظر الى المرحلة المقبلة من التظاهرات الحقيقة مشهد التظاهرات يعني مشهد بدأ بفخر وبسلمية عالية نفتخر بها وبشباب واعي مدرك لحقيقة انه يحتاج وطن فعلا وطن منهوب ومسلوب هذا الشباب سُلب منه وطنه وسُلب منه مستقبله مشهد التظاهرات في المرحلة المستقبلية كما بكرت أنه فلا بد أن تتصعد وثيرة التظاهرات وتتحد ربما يعني هم أعرف شباب الساحات أعرف مني بأهل مكة أدرى بشعابها مثل ما يقولون هم أمضى عليهم ثلاث شرور في ساحات التظاهر يعني أكثر شرقا وعزة منا إن شاء الله هم الأشراف في هذا البلد عليهم هناك نقطة مهمة نعم أستاذ سعد هناك نقطة مهمة أنه يعني الآن وسائل الإعلام الغربي والدولية كلها تتحدث عن متضاهري ثورة تشرين السلمية ويصفونهم بأنهم متضاهرون شجعان صنعوا تاريخا جديدا للعراق كيف ترى تفاعل وسائل الإعلام الغربية أيضا ممكن القول أنه تسليط الضوء من قبل المجتمع الدولي على ما يجري بغض النظر عن نوعية وطبيعة مشاركته وتفاعلاته وبصمته وأثاره في هذه التظاهرات كيف تنظر إلى تعاطي وسائل الإعلام الغربية وخاصة صحيفة الفاينينشل تايمز ذكرت أن الشباب العراقيين المنتفضين لا يخافون العنف الحكومي وأنهم شجعان ويصنعون تاريخا جديدا للعراق نعم أخي سمير هذا الذي كنت أريد أن أذكره الحقيقة يعني الاستمرار هو جزء من هذه الشجاعة التامة التي خطرها هؤلاء الشباب الأبطال الاستمرار هو الذي يعطي زخم زيادة وثيرة هذه التظاهرات وتفاعدها بشكل سلمي هذه السلمية أذهلت العالم وأرغمت هذه الوسائل الوسائل الإعلام الغربية والأمريكية على أن تنقل أحداث هذه الانتفاضة هذه الثورة البطلة الشجاعة التي يقودها شباب في عمر الزهور تقابلهم قوات قمعية إرهابية في المنطقة تدار من قبل إيران وبتوجيه من إيران لقتلهم وسفق دمائهم لأنهم يطالبون بحقهم في هذا الوطن هذه السلمية أخي هي التي أجبرت هذه وسائل الإعلام جميعها على نقل ما يجري من بطولة داخل هذه السلاحات في العصر الحديث لم تجري بطولة ولم نسمع عن مثل هذه البطولات في أي مساحة من العالم شباب بعمر الزهور يتلقون القنابل الدخانية بصدورهم ويمسكوها بأيديهم ويعيدوها على القوات القمعية هذا لم يحصل حتى في تاريخ الحروب حتى في الحرب العالمية الأولى لم نشاهد مثل هذه الشجاعة المباشرة التي يمتلكها شبابنا العراقي الذي كانت تستهجم به الحكومة ويسمونهم تسميات عديدة ونعتوهم بمختلف النعوت والأوصاف لكنهم أثبتوا بجدارة وسيثبتون وبمواصلتهم سيغيرون هذا الواقع المزغي الذي يعيشه العراق ويجبرون العالم على أن تقبل بهم كسادة لهذا البلد الذي عانى معانا هو وأهله من إرهاب الدولة وإرهاب النظام الإيراني والإرهاب الأمريكي قبلا نعم أستاذ حسين هذا التفاعل لهذه الصحفة الدولية مع ما يجري في العراق من تظاهرات سلمية يعني البعض يقول بأنه ليس من السهولة أن يأتي أقوام من مجاعات وهم متعطشون للدماء ومتعطشون للأموال كانوا في الخارج منذ زمن بعيد يتأمرون على العراق والآن جئ بهم على ظهور الدبابات أو ربما ليس على ظهورها في مكان آخر ونصبوهم في داخل المنطقة الخضراء هل من السهولة اقتلاعهم وهم يحصدون من الأموال من أموال الشعب العراقي ما يتحدث عنه عبد الكريم خلف في بداية التظاهرات وقال أن العراق خسر في خلال أسبوع ستة مليارات دولار كيف يمكن لهؤلاء المتعطشون للأموال أموال الشعب العراقي أن يتركوا مناصبهم بهذه السهولة أولا أنا خليل نوصف صورة عامة النظام العربي وخاصة في العراق لا يمكن إزاحته بوسيلة واحدة التظاهرات هي واحدة من أهم الوسائل لتغيير النظام اليوم إذا ما الشعب يخرج ضد ظلم وضد يعني انتهاك سيادة وانتهاك للوطن الآخر لا يمكن أن يساعدك لحد هذه اللحظة الموقف الإقليمي والموقف الدولي هو من حاز للحكومة أكثر ما هو من حاز للشعب لهذا السبب أن الحكومة لا تستجيب الحكومات العربية والعراق واحدة منها وأبرزها تستمت شرعيتها ليس من الداخل تستمت شرعيتها من القوى الدولية والقوى الدولية تحركها المصالح للمبادئ لحد هذه اللحظة يبدو أنه القوى الدولية والمجتمع الدولي مارسة أعلى درجات النفاق في منطقتنا وخاصة في العراق في دعمه للدكتاتوريين والقتل على الشعوب من أجل مصالحي فقط وقد تخلى كثيرا عن موضوع حقوق الإنسان ونشر الديمقراطيات واحترام حقوق الإنسان وحتى المحاكمة الدولية اليوم وكأنها عطلت عن عملها أو شبه مغلقة لا تحاكم لا قتلة لا تحاكم متهمين بقتل جماعي وانتهاك حقوق الإنسان منذ فترة زمنية أعتقد لحد هذه اللحظة ما زال المستمع الإقليمي لقصد فيها العربي والإيراني كإقليم المنحاز إلى النظام بما فيه الإقليم العربي وكذلك المستمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة التي تمسك العصى من الوسط أما بقية العضاء في مدن السلام لحد الآن جميعهم منحازين إلى الحكومة أكثر ما هم منحازين إلى الشعب فقط تصدر منهم بيانات تصدر منهم تصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع قتل ألف مواطن لم يحاسب أي قاتل لم يضغطوا على الحكومة لتحقيقات جدية أو لمحاسبة هؤلاء القتلة لم تحاسب الحكومة على قتل هؤلاء فبالتالي أعتقد لحد هذه اللحظة المستمع الدولي منحاز ولكن لابد على الشعب العراقي أن يضغط أكثر حتى يغير الإرادة الدولية أن تكون لصالحه أكثر لأنه أنا كما قلت لك هي مصالح ليست مبادئ عندما تنكون مصالح المستمع الدولي مع الشعب العراقي أنا ذاك أعتقد الحكومة لا تستطيع أن تبقى أشهر نعم شكرا لك سادة سين السبعوي كنا وإياكم مشاهدين الكرام وهذه التغطية عن أحداث ثورة تشرين ومجرياتها ولم يبقى إلا أن أشكركم على طيب المتابعة وأيضا أشكر ضيوفي الكرام في الستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أحسين السبعوي شكرا جزيلا لك ونشكرك شكرا جزيلا ضيفنا من لبنان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ سعد الدغمان تقبلوا مني أطيب تحية مشاهدين الكرام وإلى تغطيات أخرى عن ثورة تشرين السلمية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر